الوحدة الثانية قصص واقعية الدرس الأول فهم نص مسموع السيف والمحراث في قديم الزمان كان يعيش رجل وديع اسمه أيوب وكان يحب حقله وبيته ويحب الأطفال والورد والعصافير وقد علم أن الأعداء يعتزمون احتلال مدينته فقرر محاربتهم ولكنه لم يكن يملك سلاحا فصنع من محراثه سيفا هاجم الأعداء المدينة فحمل أيوب سيفه وأراد الخروج من بيته فقالت له زوجته ناصحة متوسلة ابق في البيت ستقتل إذا حاربت قال أيوب لزوجته الموت الآن لا يخيف سوى الذين لا يحبون أمهاتهم وآباءهم وأبناءهم وبيوتهم وعندما غادر أيوب بيته نظر إي البيوت والشوارع والناس فأحس بقلبه يخفق بحب قوي لا يعرف الهزيمة وشهر سيفه ولكنه ظل واقفا لحظات يتخيل ما سيفعله الأعداء بمدينته إذا انتصروا سيفقد الناس خفزهم وحريتهم وسيموت الأطفال والورد والبيوت عندئذ استولى عليه غضب عنيف واندفع نحو الأعداء وعاد أيوب إلى بيته متعبا فرحا واستسلم لنوم طويل وعندما أشرقت شمس الصباح أفاق أيوب من نومه وسارع يصنع من سيفه محراثا ورجع إلى العمل في حقله وهو يبتسم سعيدا فمحراثه سيتحول ثانية في ساعة الخطر سيفا يحارب الأعداء زكريا تامر لماذا سكت النهر؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر